موسيقى أعوذ بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأصلم على خاتمي أنبيئي ورسلي وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد قد لا يعرف كثير من الناس أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا في نفس اللغة وحية اللغة العربية محفوظا بحفظ الله الذي تعهد بذلك ولم يسبق أن تعهد بحفظ رسالة سماوية سابقة مع إيماننا بها جميعا ولذلك يبقى القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم محفوظا بحفظ الله تحقيقا لهذا الوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك فعالى على ذاته العلية فقال العز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وأنا دائما أقول إخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى أكثر من 1400 سنة في نفس اللغة وحية هو من أغضم معجزات هذا الكتاب العزيز لذلك حق على كل إنسان على وجه هذه البسيطة أن يعرف هذه الحقيقة إذا أراد أن يعرف رسالة الله لهداية البشرية فعليه أن يقرأ القرآن الكريم ومع إيماننا بجميع الكتب السماوية التي سبق أن أنزلها ربنا تبارك وتعالى هداية لخلقه إلا أننا نقول أن كل هذه الكتب قد ضعرات إما للضايع التام أو لقدر هائل من التحريف والتغيير والتبديل عندما نقلت من لغتها الأصلية إلى لغات أخرى ونحن ندرك الآن أن أي ترجمة لمعاني القرآن الكريم مهما كانت دقيقة لا تحمل جلالة ربوبية الذي يتراءى لنا في النص العربي فهذه دعوة لكل إنسان عاقل يريد أن يدرك رسالة ربه إليه أن يقرأ القرآن الكريم وأن يقرأ شيئا من سنة خاتم النبيين لعل الله تعالى أن يشرح صدره لهذا الدين الذي لا يرفضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواء وإلى اللقاء قادم إن شاء الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة